هاي يا صحابي وحشتوني كتير جدا احنا مع بعض بنكمل سوا دراسة سفر التكوين وصلنا المرة اللي فاتت لفين يا ترى وصلنا ان في يوم من الايام امر ربنا ان هو يرجع مرة تانية لارضه فجمع يعقوب كل اسرته وكل القطعان بتاعته وقام راجع تاني وقتها خرج عيسو عشان يقابله وكان معاه ربعمية راجل لكن ما ازهوش ابدا رقع عيسو عشان يقابل اخو يعقوب وكمان حضنه كان اسحاء سعيد جدا لان ابنه يعقوب راجع تاني للبيت حتى عيسو رحب باخوه اللي كان قبل كده كان قال ان هو هيقتله وكان ابناء يعقوب كانوا مش صعدة بسبب يوسف اخوه مستغير لان ابوه كان بيحبه جدا جدا كان ابوه بيحبه اكتر واحد في اخواته كلهم وعشان كده كانوا بيكرهوه قوي لان هو كان يعقوب كان ليه اتناشر ابن لكن من ضمن الاتناشر دول ما كانش بيحب غير يوسف هو اكتر ولاده ووقتها اداله اميس جميل كان اميس ملون كان اخوات يوسف كانوا بيغيروا منه جدا من كتر الغيرة دي كانوا بيكرهوه قوي لان ابوه كان بيميزوا عن باقي اخواته وقتها شاف يوسف احلام غريبة مرة قال لاخواته ان هو شاف حلمه ان هو بعد جمع حصاد الامح في حزم وسجدت الحزم دي لحزمته فازدادت قراهية اخواته ليه بسبب الحلم اللي هو الهلهم ومش بس كده لا كمان شاف يوسف حلم تاني الهلهم قال لهم انا شفت شمس وامر واحداشر كوكب بيسجدون ليه فتضايق ابوه واخواته ووقتها قعدوا يتكلموا وهم متضايقين وبيقولوله هو انت يعني بتقول ان انت هتبقى مالك عظيم هو ما كانش قصده هو كان بيحلم وكان بيقولهم الاحلام اللي بيشوفها طبعا وقتها غضب جدا اخوات يوسف منه لان هم شافوه ان هو متكبر وان بسبب احلامه دي انه ممكن ان هو يكون مهم بالنسبة لابوه اكتر واكتر ولان هو مش شاف حلم واحد لا شاف حلمين اتنين وهم اعتقدوا ان هو بكده بيرفع نفسه اعلى من باباه ومن اخواته كمان ويوسف ما كانش قصده كده ابدا وفي يوم من الايام بعت يعقوب يوسف للحقل عشان يشوف اخواته ويرعى الغنم معاهم فلما شافوه اخواته جاي من بعيد قالوا لبعضهم يلا بينا نقتل صاحب الاحلام اللي هو قصدهم على يوسف قرروا ان هم يقتلوه وما كانش يوسف عارف ان الخطر مستني من اخواته اقرب ناس لي كان اخوات يوسف من كتر ما هم متضايقين منه قرروا ان هم يخلصوا منه ويقتلوه وهو كان بيحبهم ما كانش متوقع ابدا ان ممكن اخواته هم اللي ممكن يفكروا في ازيته ولا ان هم يفكروا ان هم يعملوا فيه اي حاجة وحشة وقتها قال رقوبيم اخوهم لا احنا مش هنقتل اخونا احنا هنرميه في البير البير ده فاضي هنسيبه في المي البير وهنمسك القميس الملون اللي ابونا جابهله وهنمسكه ونقطع القميس ده فساعتها هم شافوا ان رأي رقوبيم اللي هو اخوهم الاكبر ما كانش يعني حلوى قوي يعني مش عارف هم كانوا عوزين يقتلوه لكن وفقوا في الاخر على رأي اخوهم الكبير وهو كان بكده كان بينقذ اخوهم ايوه كان بينقذوا من ايديهم ومن الموت ولما جي يوسف لاخواته خلعوا منه القميس الملون اللي ابوه يعقوب الدهوله لان هو كان بيحبه قوي وخدوه ورموه في البير الغويتة قوي دي بس البير دي كانت فاضية ما كانش فيها حاجة خالص وكان رقوبين كان غائب عنهم يعني ما كانش معاه جات قافلة من بعيد القافلة دي كانت كلها جمال اقتربت من المكان في طريقها وكانوا رايحين لمصر فقال يهوزة اخوهم تعالوا نبيعوا احنا ناخد فلوسه ونستفاد بيها وفعلا تمت الصفقة وباعوا يوسف بعشرين قطعة من الفضة ايوة لان هم لقوا تجار اسماعليين كانوا ماشيين في طريقهم ورايحين لمصر ووقتها لما يهوزة اقترح ان هم يبيعوا كعبد للاسماعليين كل اخواته الباقيين وفقوا وفعلا باعوه بعشرين قطعة من الفضة ياه اخوات يوسف كان قلبهم جمد قوي على اخوهم لان باباهم كان بيحبوا اكتر واحد في اخواته كانت الدموع بتملعين يوسف وهو خايف وعاجز شايف الجمال وهي ماشية بعيد عن اهله ووطنه وعن اخواته وعن باباه وعن كل حاجة حلوة كان بيحبها عمل اخواته الاساوة في قلوبهم على ان راحهم لابوهم يعقوب واقنعوه ان حيوان بري افترس ابنهم وقالوله مش ده قميس ابنك يوسف بص هم كانوا وقتها غرقوه بالدم وقالوله احنا لقينا القميس ده في الصحرة لان هم كانوا عاوزين يقنعوه ان هو مات فعلا مزق يعقوب ثيابه وقعد ينوح على ابنه اللي مش عارف هو مات وسابوا ليه لانهم وقتها اخدوا القميس الملون وجابوا ماعز ودبحوها وبدم الماعز دي لطقوا القميس بالدم وراحوا ليعقوب وقالوله ان هو مات وبكده اقنعوه فعلا ان هو مات ياه يعقوب كان زعلان قوي وفي مصر باع الاسماعليين يوسف لفوتيفار ده كان واحد من ضباط فرعون بارك ربنا يوسف فكان ناجح دايما وجعله فوتيفار مسؤول عن بيته كله لان كان يوسف كان حكيم جدا في كل قراراته وكل حاجة كان بيعملها وكمان في مصر كان لازم يوسف اكيد يعني ان هو هيشعر بالخوف وبالوحدة كان دايما نفسه يرجع لبيته وابوه واخواته لكن ما يقدرش يهرب لانه بقى عبد في بيت فوتيفار وده كان من الشخصيات المهمة جدا في مصر شاف يوسف ان هو لازم يعمل ويشتغل بجد وان هو ممكن وقتها هياخد محل ثقة عنده فوتيفار وفعلا يوسف عمل كده وفي يوم من الايام قال فوتيفار ليوسف كل شيء تعمله انت بتنجح فيه لان ربنا دايما معاك عشان كده انت هتكون خدامي الرئيسي مسؤول عن كل تجارتي وكمان هتبقى رئيس لكل خدمي الباقيين اللي موجودين في البيت وربنا ادى حصاد وفير وصروة كتيرة جدا لفوتيفار بسبب يوسف ورغم ان هو اصبح راجل مهم جدا لكن يوسف كان مازال بيسك في ربنا وكان بيخدمه باخلاص لكن في مشكلة صدفة يوسف في حياته وهو في بيت فوتيفار يا طرق ايه هي المشكلة اللي ممكن تكون حصلت ليوسف وهو في بيت فوتيفار وبعد ما خد مكانة كبيرة جدا عند فوتيفار يا طرق ايه المشكلة اللي وجهتك يا يوسف ويا طرق حلتها ازاي حلتها بدماغك البشري ولا بتدخر ربنا ولا عملت ايه بالزبط يوسف قصته حلوة جدا وشيقة وفيها احداث كتير احنا لسه معرفنهاش استنوني المرة الجاية عشان نكمل مع بعض بقية الاحداث اشتركوا في القناة